السلام عليكم كيف أنجح في إنقاص وزني في فترة قصيرة وأحافظ عليه وسؤال مراكب الحقيقة كيف أنجح في إنقاص وزني في فترة قصيرة حنجوج النص التاني الأول عشان كيف أنجح في إنقاص وزني دي محتاجة كلام شوية فترة قصيرة دي حتختلف هو وزنك قد إيه أنت عايزة تخس قد إيه أفضل حاجة أو أفضل وزن نخسه أو مقبول هو من 2.5 كيلو أو من 2 كيلو إلى 3 كيلو في الشهر ممكن ده أفضل حاجة ممكن يزيد الكلام ده ممكن يوصل 5 كيلو للناس اللي وزنهم زيادة بـ 50.60 كيلو عن وزنهم الطبيعي خلاص ده أفضل وزن أفضل حاجة عندنا حوالي أو 5% من الوزن في الشهر الأول هيقل بعد كده يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنت 100 كيلو يبقى الوزن الأمثل في الشهر الأول 5 كيلو في الشهر ده تمام طبعا لما الوزن بيكون أقل من 100 كيلو أو الوزن بيكون زيادة 5 كيلو أو 10 كيلو وبيكون النزول بيبقى أصعب شوية لأن الدهون بالنسبة للدماغ أو بالنسبة للمخ الدهون في المخ المخ بيعتبرها هي الحياة يعني إيه؟ يعني هو بيحافظ عليها جدا فما بيكون كمية الدهون اللي عندك قليلة أصلا فالدماغ المخ بيمسك فيها جامد فبتحتاج منك مجهود زيادة عشان عملية انقاص هذه الدهون وممكن تحتاج نشاط زيادة رياضة بجانب الوجبة أو بجانب إضاية اللي انت هتعملين طبعا الأوزان الكبيرة هو بيفرط فيها مع المجهود ومع زيادة معدل الحرق المهم نعرف الخطة اللي حنمشي عليها إيه طيب إزاي أنجح في إنقاص وزن طبعا السائلة كانت بتدخل في برامج وبتخس فعلا وبعدين في خلال سنة أو أقل من سنة بترجع تاني الوزن اللي نقصته كان في مكتسب لكن مش بتعرف تحافظ على هذا المكتسب طبعا عندنا برامج غذائية كتيرة جدا جدا مئات البرامج وفي حية البقة وفي برامج غير صحية وفي برامج صحية ومعظمها بيقول إنه أنا لازم أقلل السعرات عشان الجسم يبدأ يفتح مخازن الدهون اللي موجودة عنده ويستهلك الدهون دي وبالتالي الوزن يقل لازم نكون متأكدين إنه كمية الطاقة الدخلة عشان أخس لازم تكون أقل أقل من المستهلكة يعني اللي أنا بستهلكه يكون أكتر المستهلك ده هيكون إيه؟ هيكون في طاقة النشاط والطاقة اللي بتستخدمها العمليات الحيوية في الجسم العمليات الحيوية تمام؟ فلازم اللي أنا باخده يكون أقل من المستهلك في الحالة دي هيبقى فيه نقص في الوزن طيب الناس بقى اللي عمالها تدخل من برنامج تطلع في برنامج تاني مش عارفة توصل للوزن اللي هي عايزاه طيب لازم أسأل نفسي أنا مستعد المراتي ولا لأ وهحافظ على مكتسباتي أنا عندي استعداد إن أنا أغير العادات بتاعتي وغير سلوكي واجعل الحاجات أو العادات اللي خلتني قبل كده خسيت دي نمط حياتي عشان مرجعش أكتسب الوزن ده تاني إذا قال إجابة نعم يبقى ابدأي الطريق بتاعك يبقى أول حاجة لازم أكون متأكد إن أنا مستعد مستعد لرحلة طويلة اللي خسيته في عشر سنين يبقى حخصه اللي زدته أسفل في عشر سنين يبقى حخصه في سنة أو سنتين تمام؟ في رحلة طويلة هل عندي ضغوط؟ هل عندي مشاكل عاطفية؟ ظروفي الاجتماعية شكلها إيه؟ الاقتصادية شكلها إيه؟ البرنامج اللي أنا همشي عليه لازم يكون متوافق مع كل ظروفي سواء الاجتماعية أو الاقتصادية عشان أعرف أستمر عليه مهم جدا أعرف أنا بخس ليه عشان أقدر أستمر عشان أحافظ عشان الرحلة دي طويلة جدا محتاجة مني صبر فأقدر أصبر عليها يعني يكون عندي هدف طيب أحط أهداف منطقية أهداف يمكن تحقيقها يعني إيه؟ ما ينفعش أقول أنا عايزة أخس عشرين كيلو في الشهر وده ممكن آه ممكن بس ما ينفعش ده مش هدف لأن أنا لو ما خسدش الرقم ده هأحبط وفي نفس الوقت أي حدا هيخس الرقم ده هيأثر على صحته بالسلب خلاص؟ فلازم أحط أهداف يمكن تحقيقها يسموها سمارت تمام؟ يبقى أنا أحط هدف سمارت يمكن تحقيقه الهدف ده مثلا هخس من 3 إلى 5 كيلو في الشهر متوسط 4 كيلو بقى ده هدف حقيقي يعني لو أنا هخس كل أسبوع كيلو هنقص 500 سعر من الوجبات بتاعتي كل يوم ده هيديني نص كيلو وفي نفس الوقت أمشي أو أعمل رياضة خفيفة أخس نص كيلو كمان يبقى أنا خسيت الكيلو في الأسبوع إلى 4 كيلو في الشهر قدرت أجيبها خلاص؟ طيب الاستمرار مهم جدا لما أجي الوجبات بتاعتي أو الأكل بتاعي أركز على الأكل الصحي يعني إيه؟ يعني الأكل الموزون يعني لما يبقى في حبوب يبقى كاملة منتجاتها من الحبوب الكاملة الخضروات مهمة جدا طبق بتاعي ده خضروات مفروض أن هياكل حوالي من 4 إلى 5 حصص ممكن أزودها كمان لست حصص خضروات في اليوم مهم جدا حسب وزني وحسب حاجات كتيرة جدا أخصاء التغذية يقدر يشوفها معي وحسب التحليل بتاعتي وإذا كان في عندي أي مشاكل مرضية هقرر الفكاة جماعة هي جميلة جدا وكل حاجة وكلنا بنحب الفكاة جدا لكن الفكاة فيها سكريات تمام؟ فيها سكر فراكتوز المعركة بتاعة تفكيك الدهون بتتم في الكبد وأخونا ده محدش بيعرف يتعامل معاه غير الكبد فلما بيأكل فكهة كتير فبأثر على نشاط ده وبشغله يبقى مفروض أن أنا حسب برضو معدل اللي أنا فيه هشوف أنا هاخد فكهة كم مرة في الأسبوع مش كل يوم هيقولك الفكهة مفوضة من 2 ل 3 حصص في اليوم يا جماعة إحنا في فترة بنقول عليها مرضية السمنة مرض بنخلص من مرض وبالتالي في بعض الحاجات لو أنا هياخد فكهة يبقى المؤشر جليسيمي بتاعها أقل من خمسة وخمسين طيب والأفضل أن أنا ما أخدهاش أنا باخد إيه من الفكهة؟ باخد سكريات مش عايزها اللي هو طاقة مش عايزها هاخد أنا الطاقة من الحبوب الكاملة من البقوليات وكده كده فيه شوية دهون كده داخل فيه بروتين داخل هاخد منه الطاقة مش عايز أنا هيجي من الفكهة ايه تاني؟ فيه ألياف خلاص يا ستي هناخد الألياف من القدروات عندنا القدروات الوراقية ده كانت تكون زير الكالوري فيتامينات وأملح معدنية موجودة هنا كلها يبقى أنا أخد الخدروات واهتم بيها جدا وأخد ألوان عشان مضادات الأجسادة والمواد البيولوجية اللي موجودة فيها وهي هتديني كل الفوائد اللي أنا هاخدها من الفكهة ونقص كمان فوق البيعة إن أنا مش هاخد منها سعرات حرارية وبالتالي أبقى مركز جدا جدا مع الخدروات يبقى نرجع تاني هيبقى حبوب كاملة ومنتجاتها هيبقى خدروات قليل من الفاكهة اللي المؤشر جليسيني بتاعها قليل طيب البروتين لما أجي أخد ألبان يبقى منزوعة الدسم أو قليلة الدسم اللحوم لو استبدلتها بأسماك أسماك بحرية هيبقى أفضل ليه؟ لأن اللحوم والدواجن غالبا اللحوم والدواجن غالبا اللحوم والدواجن غالبا هيبقى فيهم هورمونات لا يعني العضوية دي غالية جدا جدا على الناس اللي زينا تمام؟ ده الأكل بتاعنا هنمنع تماما السكر وخصوصا لمين؟ للناس اللي عملوا A1C وطلع من 5 إلى 6 للناس اللي هوم IR بتاعهم عالي يعني عندهم مقاومة إنسولين يبقى ده بنشيله بنشيل المشروبات الغازية نشيل الحاجات المصنعة اللي عليها ألوان مكسبات طعم ولون وريحة واللي عليها مواد حافظة معنى كده أننا نرجع تاني هنأكد على الأكل الموزون الأكل بتاعنا أو الطعام بتاعنا يكون موزون السكر ده عنصر الملح ده عنصر نقدر نستغنى عن الملح بالملح الهمالاية ممكن كمان عندنا الموالح ممكن نضيفها على بعض المأكلات ينفع معاها ونقل الاستخدام الملح قد ما نقدر طبعا بقى يا معا الفيسيخ يا معا المصريين رجاء الحاجات دي فيها نسب ملح عالية جدا ده بخلاف إنها غير صحية والرنجا السردين الحاجات دي عليها مواد حافظة وفي نفس الوقت احنا قلنا هنرجع لكل حاجة تكون طبيعية وموزونة ماشي اذا احنا عملنا كده هنمشي في الموضوع لازم حد يبقى معنا بنتابع معاه ما ينفعش التابع مع نفسك الحقيقة هتيجي لما تقعي مش هتلاقي حد يصحيك محتاجة حد يشجعك كل شوية حد يحفزك فالأفضل إن انت تتابعي مع أخصائي تغذية ده هيساعدك أكتر وحيساعدك إن انت تستمر ولو في أي مشكلة هيرفح لها أحيانا ممكن يبقى عندنا بعض المشاكل المرضية أو أدوية المريض بياخدها فنعرف نتعامل معاها أو مشاكل نفسية فبرضو خصائي التغذية لو دارس هلس كوتشنج هيعرف التعامل معاها أو عاطفية هيعرف يوجهك يعني في أي انحراف حصل أي انتكاسة أحساء أثناء الرحلة ممكن يحصل انتكاسة فحيساعدك إن انت تقومي في اليوم التالي على طول ما تستمريش في هذه الانتكاسة لغاية ما توصل للهدف بتاعك هياخد مننا قد إيه هيختلف من واحد للتاني في ناس تخلص في 3-4 شهور وفي ناس ممكن تقعد سنة ونص ممكن تقعد سنة في ناس ممكن تخلص سنتين كان عندنا 180 كيلو ده خلص في سنتين يعني خلص وصل 100 كيلو في سنتين فكل واحد بيختلف حسب ظروفه هو وحسب يعني التزامه طبعا شرب الميا نشاط الرياضي كل الحاجات دي مهم جدا ان احنا نلتزي